حذر وزير الصناعة والتجارة محمد الأشوال التجارة من التعامل بالعملة الأجنبية في التعاملات المحلية وقال الأشوال أن التعامل بالعملات الأجنبية يعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون داعي الرجال المالي والأعمال إلى مراعاة الوضع الإنساني الذي يعيشه أغلب المواطنون وأكد الأشوال أن الوزارة ستعمل على تعزيز ودعم مكتبها في المحافظات للتغلب على التحديات التي تقف أمامها موشددا على ضرورة ضبط الأسعار وتحديد أرباح التجار بشكل معقول وأشار الأشوال لأن الحكومة تعمل قصار جهدها للحد من ارتفاع الأسعار وضبطها وانقاذ العملة المحلية